موسيقى قتل أربعة عناصر لحزب الله بينهم قيادي في غارة إسرائيلية استهدفتهم جنوبية لبنان ليرد الحزب بوابلا من الصواريخ على مناطق شمال إسرائيل في الجنوب اللبناني وشمالية إسرائيل حيث التصعيد يسلك طريقه نحو حرب باتت أقرب من أي وقت مضى وفق ما يحلل خبراء عسكريون الأنظار تترقب والعالم يحذر لكن الطرفي الصراع لا يكترثان فكلمة الفصل تخطها الصواريخ والمسيرات التصعيد مقابل التصعيد تلك هي رسائل الطرفين وفي أحدث فصولها مسيرة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ منزلا في جنوب لبنان وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طالب سامي عبد الله وهو أبرز قائد بحزب الله يقتل في المواجهات المستمرة منذ أشهر تقول رويترز إن الأشخاص الأربعة كانوا على الأرجح في اجتماع مهم وما هي إلا ساعات حتى رد حزب الله بوابل من الصواريخ أطلقها باتجاه مناطق الجليل وشمالية غور الأردن والجولان السوري المحتل تقول إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ هي الأكبر عدد التي يطلقها الحزب في يوم واحد منذ الثامن من تشرين الأول تطورات تنسف الدعوات الدولية للتهدئة لا سيما وأنها تأتي بعد أيام قليلة من ترحيب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالبيان الصادر عن قادة فرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا الذي أكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان وخفض التوتر على طول الخط الأزرق وفقا لقرار الأمم المتحدة ألف وسبعمائة وواحد كل ذلك بات يثير تساؤلات عن موقف نظام الأسد فما زال ينظر بعين المراقب بينما محور المقاومة والممانعة يحيط به من كل حدب وصوب بل ويلاحقه إلى حيث كان لطالما تغنى به لسنوات طوال ضربة قوية للحزب لا شك في ذلك آخر الأخبار اللافتة في هذا الأمر هو ما قاله مسؤول في فيلق القدس الإيراني للفورين بوليسي قال إن حزب الله لديه مليون صاروخ نعم كما سمعتم هذا هو الرقم نقلته الفورين بوليسي عن مسؤول في فيلق القدس الإيراني وإيران لم تنفي هذا الرقم قال لك حزب الله يمتلك مليون صاروخ طبعا مليون يعني من أنواع مختلفة صواريخ دقيقة صواريخ كاتيوشة معدلة صواريخ مضادة للدبابات يعني تشكيلة متنوعة من الصواريخ من الدقيق إلى العشوائي من الشديد إلى الضعيف من القوي إلى الصلب إلى اللين كم العدد مليون هذا مسؤول في فيلق القدس الإيراني يعني مليون طبعا طائرات من دون طيار وطائرات مزودة بصواريخ روسية الصنع يعني وسعت منك أوي على رأي خلال المصريين البعض هكذا يقول يعني وسعت منك أوي ما فهم هذه حرب دعائية ما حصل بالأمس متوقع في السياق هذه الكرة تتدحرج تتدحرج ومن المتوقع كذلك غدا وبعد غدا أن تكبر أكثر فأكثر هل يوقف أحد ما هذه الكرة ربما لا يستطيع أحد الماء أن يوقف هذه الكرة سيد الرئيس أنا أعلم والكل يعلم أنك تراقب ما يحدث في جنوب لبنان بدقة ودقة قلبك يكاد الكون يسمعها طالب عبدالله أبو طالب أبو طالب طالب سامي عبدالله أبو طالب هذا أبو طالب الثاني أكبر قيادي تقتله إسرائيل بعد وسام حسان الطويل منذ انطلاق أحداث طفان الأخصى وسام حسان الطويل هو كان قائد فرقة الرضوان هذا أبو طالب الحاج أبو طالب هذا قائد وحدة قائد وحدة يعني وقائد ميداني كبير لا بل أنه هذا أبو طالب هو قائد وسام حسان الطويل وقائد حسان اللقيس قتلته إسرائيل كذلك هذا في 2013 البعض يقول أن حزب الله والإيرانيين يكادون يفصلون إلى مرحلة العقم في مستوى القيادات صف أول وصف ثاني هم ما بقي أحد أصلا هذه فرقة الرضوان تعرضت لنزيف هائل في سوريا نزيف هائل في سوريا قائده هذا ويسام حسان الطويل هذا الذي ظهر في مروحية سوريا وهو يعني يرمي البراميل على رؤوس الناس هذا أقل لك على طريق القدس على طريق القدس يرمون البراميل طيب جيد مجموعة يعني مجموعة ليست قليلة وكلهم هؤلاء طبعا التقوا يعني وظهرت لهم صور التقوا بقاسم سليماني يعني هذا الرجل شؤم هذا قاسم سليماني كل من التقاه كل من أهدى له خاتما ذهب ذهب إلى غير عودة والصور يعني الصور الحقيقة يعني الصور أحيانا تكونوا مؤلمة هذه مسألة هذا هذا أبو طالب الأخ أبو طالب شيعوه اليوم طبعا بدأت دخلنا في مرحلة صور الفوتوشوب هكذا البعض يخول هذا قاسم سليماني قاسم سليماني مع أبو طالب ذهب ويلبس الخاتم يعني أعطاه خاتما ذهب الاثنان كل من قبل جبين هذا الرجل قتل لم يبقى أحد عمليا لم يبقى أحد الآن أيضا هذا أبو طالب مع إسماعيل قاني قاد فيلق القدس الجديد هذه هي الصورة هذه الصورة الأكثر انتشارا الآن هذا أبو طالب مع وسام حسن الطويل وسام حسن الطويل صورة وسام حسن الطويل يا جماعة هذا وسام حسن الطويل هو قائد فرقة الرضوان هذان الاثنان هذان الاثنان هذان الاثنان قاتل في سوريا وهذان الاثنان متورطان بما لا يقبل مجالا للشك بالصوت والصورة بدماء السوريين هذا وسام حسن الطويل قبل شهور قتلته إسرائيل كان يصعد مع مروحيات النظام ويلقي البراميل قل لك شهيد على طريق القدس هذا منظر شهيد على طريق القدس وهذا الأخ أبو طالب أيضا قل لك شهيد على طريق القدس وسوف نأتي طبعا إلى أساطير الأولين التي بدأت الآن تثار حول ماذا فعل أبو طالب قل لك وصل إلى البوسنة جهاده وصل إلى البوسنة والهرسك لأنه بعض الذين يغرقون في شبر ماء إيراني الآن يعني صد عروس ما خسرته إيران وما خسرته حزب الله على يد الصهاينة هي نخبة النخبة لذلك البعض يقول أنه لم يبقى قادة أصلا مثلا علي عبد الحسن نعي حسين إبراهيم مكي ويسام حسن الطويل علي محمد الدبس حسن محمود صالح علي أحمد حسين عباس محمد رعد سماعيل يوسف حسن حسين سلامي عينة من الذين قضوا نحبهم ذهبوا إلى ربهم طبعا لا تسأل عزيزي المشاهد عن قصة الفوتوشوب في الصور هذه وكلهم وغدا هناك الفوتوشوب الآخر يعني كل هؤلاء سوف يلتقون بالجنة بمن بين خميني وقاس سليماني وأبو مهدي المهندس من المتوقع قد أنتظر هذه الصورة لأبو طالب يحضن من؟ الخميني والحسين والحسن في الجنة هكذا هي الدعاية اليارانية بعيدا عن هذا البعض يسأل من بقي من قادات الصف الأول لدى اليارانية؟ من بقي؟ يدفعون أثمانا غاليا الإيرانيون في هذه الحرب لا شك والصهاينا يدفعون ثمانا غاليا اليان قد يقول قائل وأنت فرح لا نحن لا محاولة ولا محاولة ليست اختراعا علميا نحن لا نعيد اختراع العجلة نحن لا نخترع النار من جديد نحن لسنا مع الصهاينا ولسنا مع الإيرانيين هذه تحتاج إلى مفكر كي ينتجها لا هذا ولا ذات نحن أصلا البعض يقول أن سبب مأسات السوريين والعراقيين وكل هذا العالم العربي البعث هم الإسرائيليون والأميركان واليد التي نفذت هذا الأمر هي هذه الأياد الأياد المتوضية على رأي البعض قال لك هؤلاء أيادهم متوضية طاهرة طهرانية وجوههم يا جماعة هذه الوجوه الطاهرة هي عبر الفوتوشوب فوتوشوب هذا يا جماعة فوتوشوب يعني قصة فلاتر 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 هذا ما يحدث هذا فلترى فلترى ليست وجوههم بهذه الطريقة نحن لسنا مع هؤلاء ولسنا مع الصهاينة حتى يتنطع متنطع الآن ويقول لك والله أنت صهيوني لأن هذا الآن الاتهام الراج أي أحد يفتح فأمه بكلمة ينبس ببنت شفا هناك سيف مسلط على الرقاب لا تتكلم لماذا؟ قال لك لأنك صهيوني طيب ما الدليل يا قوم؟ يعني بأي حال يعني أنتم كيف استنتجتم هذا الاستنتاج؟ قال لك صهيوني الشهيد أبو طالب يقبل رأس الشهيد قاسم سليماني ذهب الشهيد أبو طالب وذهب الشهيد قاسم سليماني ذهبا إلى ربهم وإلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم نصيحة للبعض يعني حنانيكم حنانيكم ورعوه قليلا في مسألة أنه والله هذا شهيد وهذا ليس هذه عند الله سبحانه وتعالى هذه من مهام خالق الخلق من مهام خالق الخلق ليست من مهمة أحد الله أعلم بكل الناس الله أعلم إلى ديان يوم الدين نمضي يا جماعة ونحن في أيام فضيلة لان في عشر ذي الحجة فلا تتألهوا على الله الله أعلم به وبنا وبنا الله أعلم فيعني لا ترفعوا عقائركم وتضعوا رجلا على رجل وتصنفوا الناس الله أعلم هذا شهيد أو غير شهيد الله أعلم المثبت أن كل هذه الوجوه البيضاء قتلت وولغت في دم السورية أبو طالب هذا أبو طالب ضرب من العيارة الثقيلة اليرانية لا شك في ذلك كيف وصل الإسرائيليون إلى هذا الحد من الاختراق لأن المعلومات تقول أن هذا أبو طالب هؤلاء الثلاثة الذين قتلوا وهؤلاء الثلاثة من النخبة كذلك ليسوا مقاتلين عاديين أيضا قاد أقل منه عندما دخلوا إلى المنزل أتى الطائرة F-35 إسرائيلية شح هذه الطائرة الشبحية وتحديدا هذه الطائرة لم يستخدم من روحية لأن حزب الله بدأ يكشف عن مضادات للطيران قوية جدا لذلك أتى الإسرائيليون الصهاينة بطائرة F-35 المنزل وهذه صواريخ عالية التوجيه هذه ال-UGB على ما أعتقد تسمى قتلوهم أربعتهم ورحلوه حزب الله أطلق مئة صاروخ اليوم ردا على هذه العملية والصراخ على قدر الآلم الآن الصهاينة سوف يردون والحزب سوف يرد وهكذا دوليك دوليك حتى يفرمل أحد ما أو يوقف أحد ما ما يجري وربما لا يستطيع أحد على سطح الأرض الآن أن يوقف ما يجري ربما لا أحد يعلم أبو طالب ضربة مؤلمة للحزب كيف وصل الإسرائيليون كيف أختار طيب أنتم تخترقون يخترقونكم في سوريا السيد الرئيس يسرب آمن يعني السيد الرئيس يسرب يسرب السيد الرئيس يسرب هو الضباطه يسربون يسربون آمن طيب كيف في جنوب لبنان في معقلكم تم هذا الأمر يعني شيء غريب هل هي قدرة إسرائيلية يعني بعيدا عن التسريبات على الاختراق الإلكتروني والتشويش وغير ذلك من هذه الأمور يعني ربما بغض النظر بغض النظر أي كان السبب لكن هذه ضربة إسرائيلية الآن الحزب سوف يرد والحزب الآن يؤلم الإسرائيليين حقيقة مستوى الألم الإسرائيلي مما يقوم به حسن نصر الله في ازدياد علي باقر كني هذا وزير خارجي الإيراني قال اليوم قال على إسرائيل أن لا تقع في بئر لبنان وأنت ما دخلك في لبنان دخله في لبنان دخله هذا لبنان يعني لا يعتبر محافظ يعتبر حي في العاصمة طهران علي باقر كني يقول لك يحذر الإسرائيليين عليكم الحذر من السقوط في البئر اللبناني وإيران سوف تتعامل مع ما يجري في لبنان ليس كما تعاملت مع غزة لن تخرج وتقول ليس لنا علم وليس لنا علاقة بالموضوع وتذهب لتفاوض الأميركان في سلطنة عمان لا هذا لبنان وهذا حسن نصر الله وهذا درة التاج ربما تبازر إيران على رأسه في النهاية لكن لا يوجد ثمن مطروح بالأفق للإيرانيين يكافئ أن تخسر حسن نصر الله لا يوجد لأنه بخسارة حسن نصر الله تقريبا بدأت الخسارة والتراجع القاقرة في كل هذا الحلم الأمبراطوري الفارسي سوف تقاتل إيران سوف تعض إيران بالنواجد على حسن نصر الله ومن مع حسن نصر الله سوف تقاتل بأظافرها في لبنان دفاعا عن حسن نصر الله هذا أمر لا جدال فيه لذلك يخرج علي باخر يكني ويقول لك حذاري ويخرج مسؤول في فيلق القدس ويقول أن حسن نصر الله يمتلك مليون صاروة مليون يكذب الإيرانيون طبعا يكذب الإيرانيون في هذه الأرقام لكنه هذا حرب وتهويل على الإسرائيليين يهشون على الإسرائيليين بهذه عصى الكذب الإعلامية لكن هذا لا يعني أنهم لن يدخلوا في هذه المعركة هم داخلون داخلون هل تنجح واشنطن في إيقاف هذا التقاخر؟ جولة بلينكين يعني بلينكين وجهه أسوأ تقريبا وما يجري في غزة كذلك يعني يعني تتناقض الأخبار أحيانا القادمة من غزة الأمر مرتبط بقطاع غزة لا شك في ذلك يعني قائد حماسي حسن وار يقول فلتكن كربلاء جديدة القوم ماضون في المعركة إلى النهاية والمقاومة الفلسطينية كتاب عزدين القسام تسطر ملاحم بطولية في القتال ضد الصهينة لا شك في ذلك والصهينة يعني ينزفون من خواصرهم في قطاع غزة كيف سوف يهربون باتجاه شمال لبنان نصبح على ما نمسي عليه ونمس على ما نصبح عليه في هذه الأيام لا عين لا شيء جديد إلا في الساحة اللبنانية الإسرائيلية وهذا سوف ينعكس على بشار الأسد قطعا لكن قبل ذلك فيما سألت الآن لأنه بدأت يعني بدأت تهويل فيما هذا أبو طالب وقال لك أبو طالب ذهب إلى البوسنة والهرسك وقاتل مع البوسنيين السنة الإيرانيين الآن يستخدمون هذا الأمر يعني نحن لسنا طائفيين نحن ندافع عن الأقصى والعالم السني كله برمته جالسون يتفرج وقلب العالم السني في السعودية يعني تدقه وترقص هذا صحيح الحقيقة يعني صحيح والإيرانيون هذه دعايتهم نحن نقاتل وأنتم السنة ماذا تفعلون أنتم يعني كرة قدم رقص غنى وتتفقون مع الصهاين في السر والعلن هذه دعايتهم للأنظمة لكنهم يلبسون هذا بذاكم يعني ويظهرون المسلمين العرب أنهم قوم النيام وخائنون ومتخاذلون وهم وحدهم الأشرطاء الآن يلجأون إلى قصة البوسنة والهرسك وهذه ذكرها النصر الله يعني قبل أكثر من سنة قال نحن قاتلنا في البوسنة والهرسك يعني نحن لسنا طائفيين صحيح أيام حرب البلقان أيام حرب الصرب والمذابح التي شن فعلها الصرب ضد البوسنة والهرسك في ما بين 92 و 95 سعينيات القرن الماضي هذا أمر مثبت وصحيح ومعروف الإيرانيون أرسلوا خبراء ومستشارين وضباط حرس توري إيراني لمساعدة البوسنيين لكن هذا الأمر برضى الأميركان وعن طريق الكرواتيين هذا الأمر برضى الأميركان وكل التمددات التي قامت بها إيران سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان هو كله برضى الأميركان والتمدد في البوسنة والهرسك نفس هذا على هذه الطريقة الآن أصلا الآن الإيرانيون هم مع الصرب ضد الكوسوفيين يعني لماذا دعمتم البوسنة والهرسك على أساس من منطلق الوحدة الإسلامية طيب الآن بين الصرب والكوسوفيين الإيرانيون مع الصرب مع الصرب لكن لكن الذين يغرقون في شبر ماء إيراني يروجون قال لك والله هذا الدلالة على القلب الإيراني الكبير خفيفون حاملوا الهوى يعني خفيفون كما قال البحثري ذات يوم حاملوا الهوى تعيبوا يستخفه الطارب إن بكى يحقوا له ليس ما به لعبوا وهؤلاء الشاقران من الناطقين بالعربية إن بكوا على أعتاب الإيرانيين يحقوا لهم إن بكى يحقوا له ليس ما به لعبوا سوف تحاكي الآن الأساطير أساطير الأولين حول الحاج أبو طالب وقال لك يعني كان يذهب إلى البوسنة وأتى من البوسنة وساعد وأوقف المذافح يعني كما قالوا ذات يوم من أساطيره ونسجوا من أساطير على قاسم سليماني أساطيره الأولين هؤلاء أتبع إيراني الناطقين بالعربية لا حد لا حد لانهيارهم هكذا البعض يقول لكن سوف يأتي يوم اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أتباعر من الناطقين بالعربية البعض يقول أنه يوم قريب سوف تصدق بهم هذه الآية القرآنية قال لك ذهب إلى البوسنة الحاج أبو طالب الآن ذهب إلى ربهم والله وحده وأعلم ماذا فعله بالبوسنة وهذه قصة أخرى ربما الآن لم يعد هناك وقت نفتح بها ماذا فعلت إيران في البوسنة والهرسك وفي شبه جزيرة البلقان وكل الطموحات الإيرانية هناك على خاصرة أوروبا الجنوبية لم يبقى وقت قادم بإذن الله تاسع مساء نتوقيت نشمع توقيت بإسلام الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر